اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا القناة ولقاءتنا الاول مرة وبنقول لكم جميعا اسعد الله منامكم ان شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة في لقاءنا مع بعض هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاء اليوم رؤية القسم في المنام وبالاخص رؤية اقسم بالله العظيم واكيد كلنا نعرف معنى القسم في الحقيقة ومتى يستخدم ومتى لا يجوز ان يستخدم وطبعا لا يجوز ان يستخدم القسم بالله في الكذب والزور وهنبدأ مع بعض نشوف رؤية اقسم بالله العظيم في المنام وهو ان اي حد شاف رؤية في المنام انه بيقول اقسم بالله العظيم فديه دلالة ليه انه رجل صالح عادل لا يفرق بين احد او اخر يقسم بالعدل او يقسم بحق الله العظيم لا يجور على احد لصالح احد اخر والله سبحانه وتعالى ادره اعلم واسعد الله منامكم وكمان ان اي حد شاف رؤية في المنام انه بيقول اقسم بالله العظيم فديه دلالة ليه انه ان شاء الله سبحانه وتعالى جايله اموال في الطريق ليه والغيره من اسرته عن طريق بقى اي حاجة بيع ارض او شقة او عقار او حتى ورث كان موقوف وسيتم البدء في صرفه وان هذا المال سيوزع على الجميع حسب ما شرع الله في ذلك طيب وان اي حد شاف رؤية في المنام انه يقول اقسم بالله العظيم وكان يعرف ما اقسم عليه في المنام وكان صد وليس كذب فديه دلالة للرائي بزوال الهموم والاحزان وكمان زوال الديون والمشاكل والمصاعب اما بقى ان شاف الرأي رؤية في المنام انه بيقول اقسم بالله العظيم في رؤية في المنام وللاسف كان بيقسم على شيء غير صدق داخل الرؤية فنقول لي ان دي اشارة ليك من الله سبحانه وتعالى بعدم كتر القسم والحلفان على الفضية والمليانة وبالصدق او قسم بالكذب فاخد بالك ربنا بيحبك ومش عايز يجزيج بما تقسم به كذب فارجع عن الموضوع ده وخلي قسمك قليل وليس كثير وخليه في محله وليس في غير محله وهو انك تقسم بالله كذبا والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم وكمان رؤية اقسم بالله العظيم في المنام دلالة للرأي على تحقيق امنياته وكل طموحاته وقدوم الخير والرزق ليه وصلاح احواله في جميع الامور يعني ان كان مريض فنقوله دلالة ليك بالشفاء القريب وان كان فقير فنقول ليه دلالة ليك بالغنى القريب طيب والفتاة العزباء او الشاب الاعزم ان شاف اي حد منهم رؤية في المنام ان اي حد فيهم بيقول اقسم بالله العظيم فديه دلالة للرأي على قرب عقد قرانه او كتب كتابه يعني لان في عقد القران ادلاء ببيانات عن الرأي ويكون مسؤول عنها امام الناس وامام الله وكأنها بمثابة قسم والله على ما اقوله شهيد في عقد القران وكأنه قسم والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وان اي حد شاف رؤية في المنام ان هو واقف بين الجمع من الناس وبيرفع ايده اليمنى وبيقسم بالله ويقول اقسم بالله العظيم في رؤية في المنام والناس بتردد وراء القسم نفسه اقسم بالله العظيم فديه دلالة على ان الرأي انسان صالح وبيدعو الى اتباع الله سبحانه وتعالى وبيدعو الناس الى الحق ودلالة ليه ايضا ان الناس كتير اوي منهم هيتبعوه ويتبعون الحق وتعليم الله سبحانه وتعالى ويهتدي على ايديه ناس كتير اوي والله سبحانه وتعالى ادراه اعلم واسعد الله دائما منامكم تمام كده اشكركم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته